عقد البلمان العربي جلسة خاصة تحت عنوان نصرة فلسطين وغزة وذلك بمقر الأمان العام لجميع الدول العربية بالقاهرة بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحثت الجلسة مستجدات الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة وتصعيد القطير في الضفة الغربية وتباعة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وتعد هذه الجلسة استمرارا لتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف حرب الإبادة الجمعية التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال الإسرائيلي أصحاب المعالي الحضور الكريم على مدار ما يغرب من ثلاثة أشهر متواصلة يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قصري وترتكب ضده جراء محرب مكتملة الأركان في أبشع صورها والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء الذين ترتكب ضدهم محرقة حقيقية بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وللأسف الشديد فأن الصور الصادمة لأشلاء الضحايا من المدنيين ومشاهد الدمار الكامل والشامل الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تحرك للعالم ساكنا ولم يستطع مجلس الأمن الدولي أن يصدر حتى مجرد قرار الوقف في اطلاق النار على نحو جسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي في العصر الحديث وسخلد التاريخ هذه المأساة الإنسانية التي لا تقل دمارا عن مأساة هوروشيما ونجا غازيا وغيرها من مهاسي التي شهدها التاريخ البشرية الحرب المستمرة ضد غازة وتلك المستمرة بلا هوادة ضد شعبنا ومدننا وقرانا في القدس والضفة الغربية فإن الاستخفاف الأمريكي بالمجتمع الدولي وعطاء الغطاء والحماية لإسرائيل من أجل الاستمرار في الحرب ضد الشعب الفلسطيني واضح ونراه جليا في استخدامها المتكرر الفيتو لتعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل قدرة مجلس الأمن على إجبار إسرائيل وقف اطلاق النار حتى إلى أدنى المستويات وهو الوقف المؤقت للقضايا الإنسانية ولأغراض إنسانية ترجمة نانسي قنقر